المملكة العربية السعودية في يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يرحمه الله عاشت المملكة العربية السعودية مرحلة نمو وازدهار في كثير من المجالات وركزت المملكة العربية السعودية على الاهتمام بالعنصر البشري والارتقاء بقطاع التعليم كما تبوأت المملكة العربية السعودية مكانة سياسية بين دول العالم أجمع نظرا لموقعها الديني في العالم الإسلامي والحكمة والبصيرة التي تتحلى بها قيادتها في معالجة القضايا العربية والإسلامية والدولية ولم تتردد المملكة العربية السعودية في نصرة القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كما لم تتردد المملكة في نصرة الشعب اليمني ضد الميليشيات الحوثية والمخلوصالح التي تدعمها إيران عبر تقديم المملكة كافة الدعم والمساندة في كافة المحافل الدولية دعما للشرعية المملكة العربية السعودية والسعودين والسعودية تتذكرون هذه المناسبة يعيشون هذا العهد الزاهر عهد الإنجازات عهد التطور عهد التقدم عهد الرخاء عهد العطاء العربي والعطاء الإسلامي والعطاء الدولي المملكة في محيطها الأقليمي في محيطها الدولي في داخلها وفي بنيتها السياسية والثقافية والتنموية تقدم إنجازات مستمرة يفخر بها الجميع ويسعد بها خصوصا في مثل هذه المناسبة وجاء برنامج التحول الوطني الذي يعتمد على تحويل الاقتصاد من الاعتماد على مصدر واحد للدخل إلى اقتصاد يعتمد على العقول والطاقات البشرية المبدعة والمنتجة إذ ارتفع إجمالي ناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من مستوى 32 بليون ريال في عام 1974 للميلاد إلى أكثر من 300 بليون ريال حتى منتصف العام الماضي لقراءة الوضع المالي أو أداء القطاعات المالية في المملكة يجب علينا أن نطلع على ثلاثة مؤشرات أولا الملاء المالي للقطاع المصرفي في المملكة بالمقارنة مع العالم حجم الأقبال على إصدارات الدين الدولية التي حظيت بتغطية عالية والتصنيف الاعتمالي للمملكة وخلال السنوات الماضية للمملكة تعاقب ملوك هذه البلاد الطاهرة على خدمة وإعمار الحرمين الشريفين وخدمة أكثر من مليوني حاج سنويا ليشهد العالم في كل عام تطورا ملحوظا في المشروعات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام عميلة المملكة العربية السعودية على خدمة الحرمين الشريفين منذ عهد طويل وكان ذلك من خلال ما قدمه ملوك المملكة العربية السعودية على مر العقود منذ العهد الملك عبد العزيز وانتهام بعهد خدمة الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله حيث قدمت المملكة الكثير من الجهد الذي ساهمت من خلاله في استقبال الحجاج وتقديم الخدمات لهم وتهيئة أفضل السبل لراحتهم وقد نجحت المملكة العربية السعودية في جميع مواسم الحج وهذا ما يدل على حسن التنظيم والقدرات الفائقة التي تقدمها المملكة سواء من جهود بشرية أو جهود اقتصادية وجاء تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم المقبلة 2018 للميلاد في روسيا أحدث إنجاز على المستوى الرياضي ليتزامن مع احتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السابع والثمانين الجوانب الرياضية التي حققت إنجازات كبيرة من خلالها والله الحمد كتأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم في روسيا 2018 هذا الإنجاز الرياضي الكبير أسعد قلوب مشجعين السعودية داخل المملكة وخارجها ومن إنجاز إلى إنجاز بمجيئة الله 87 عاما من العمل الدؤو استطاعت المملكة خلال تلك الفترة أن تحافظ على صدرتها كأكبر دولة منتجة للنفط وثالث أكبر احتياطي نقدي بين دول العشرين سامي الحمود لتلفزيون البحرين عريض